ليه ما احنا منشوفه حبه من طرف واحد ستير في الجامعة في المدرسة تاني بقى احنا مش هنعدل على ربنا يعني ايه مرض دي يعني ده انسان بيحب يتلزز فيه تعذيف ذاته ليه عشان بيحب حد ما بيحبوش يكن متع انه يتأوه ويتألم ويتخيل ويتخيل امل ده كلام خطير جد يا كلام علمي ده كلام انا مسؤول عنه لما حد يحب حد ما بيحبوش ده مرض اجد بمرض اه طبعا يا بصي معلش يا ستاني تاني انا كده قد انا اتاق انا مصدومة لا ما تتصنيش انا مسؤولة على انا بقولها ده فيه ابيات جميلة تقولك بحبك ونفسي جوزك يسيبني احبك او يطنش يا ده ربنا يعني يحب يحب عدله هم ثلاثة واحدة متجوزة واحد بيحبها ياشي ختق الله امن انا اكتأبت على فكرة انا بانسحب لا ماشي نسحب يعني مفيش حق ولا وحد بيحب حد حب من طرف واحد ده مرض ده حب ده مزيد فيه ناس قالتلك انه ده ممكن يبقى عجاب او ممكن يبقى حب غصبا عنك لان احنا مش احنا لمسؤولين عن قلوبنا هو انا حبيته غصبا عني وانا ماشي بالشارع ممكن احبك تسمعي رأيي انا فضل يا أستاذة فضل يا دكتورة ممكن تجيبي حد تهي انت قلت حاجات صادمة لان دي حقيقة الوقتي انا بستدل مش بالعلم بستدل بربنا ربنا اقام الحياة الزوجية على اركان في صورة وبنصوص ايات وتكلم عن الحب في ايات وفي السنة عرفنا انه سيدنا السلام كان ليه دعاء انه قلبه بيميل تجاه واحدة اكتر من الباقي وبيطلب من ربنا انه يغفر له فيما لا يملك فيما يملك بيعدل سبحانه ده مين ده سيد من النبي عليه الصلاة والسلام انت بقيتوين اللي يحب حد زيادة يبقى قصدي يحب حد ومبيحبهوش يمكن تسمعي للاخر الهي ربنا يكردتو مزوعة بالحب الصادق المتبادل اه يعني انا عمري انا ما حبيت حد من طرف واحد بس اتقهرت على الناس اللي بتحب من طرف واحد لا ما تتهريش بقى لا تتهريش بقى لا تتهريش بقى